بمجرد أن أوصلني والدي إلى محطة الحافلات شعرت بشيء سيء فقد اقترب مني أحد المشردين وبدأ بصراخ في وجهي لإعطائه نقودا وعندما أخبرته أن يتركني وشأني حاول انتزاع كاميراتي الجديدة الحمد لله أن الكاميرا كانت معلقة حول رقبتي بأمان لأنني كنت بحاجة إليها من أجل تصوير الفيديوهات الخاصة برحلة السفر أخبرته أنني سأتصل بالأمن ثم هرب ثم رأيت زوجين يتشجران وألقت المرأة زجاجة على زوجها وكادت تلك الزجاجة أن تصدمني يا إلهي نتحدث عن بداية سيئة لم نستطع الانتظار للهروب من هذا المكان لم يكن والدي مبتهجين تماما لأنني سأذهب لمدة عام بمفردي ظلوا يحذرونني من أنه قضية مختطافي أو سرقة جميع مقتنياتي لكن من الواضح أنهم كانوا يشاهدون الكثير من أفلام الإثارة كانوا هنا بحاجة للقلق بشأن مظهر محطة الحافلات وليس الغابات المطيرة في أمريكا الجنوبية على أي حال يمكن للأمور أن تتحسن أليس كذلك؟ كنت قد قررت أن هذا سيكون أفضل عاما في حياتي في النهاية صعدت إلى الحافلة متوجهين إلى المطار ولأن الوقت كان متأخرا غلبني النوم بسرعة تمكنت من حجز مقعدين فارغين بالحافلة لذلك كنت أشعر بسعادة كبيرة استيقظت فجأة حينما توقفت الحافلة كنت أود الذهاب إلى المرحاض لذلك تراجعت لأخذ حقيبتي لكنها لم تكن موجودة شعرت حينها بالذعر لقد بحثت في جزء العلوي لكنني لم أتمكن من رؤيتها في أي مكان فلا يمكن أن يحدث هذا كلما أحتاجه للعام القادم كان في الحقيبة الشيء الوحيد الذي كان لديه هو هاتفي فكرت في الاتصال بوالدي لكنني تذكرت كل المرات التي حذروني فيها من هذه الرحلة ولم أستطع تحمل سمع أصواتهم المتعجرفة وهم يقولون لقد قلنا لك ذلك لذلك نزلت من الحافلة وكان معي هاتفي فقط ثم ذهبت إلى دورات المياه وعندما عدت سمعت نوعا من الصراخ قادما من الحافلة ركضت امرأة نحوي قائلة أن أخرج من هنا لأنه كان هناك نوع من المجانين طليقين في الحافلة أمسكت بالذراعي وسحبتني إلى الجانب الآخر من الحمام وطلبت مني الخروج من هنا بأسرع ما يمكن وقالت إنها قد اتصلت بالفعل بصديقتها وقد اتصلت بالشرطة أيضا قلت لها إنني اتصلت بأمي وكانت هذه كذبة كبيرة لكنني لم أثق بها فلم أعود أثق بأحد الآن ربما كان والدي على حق لقد كان عالما خطيرا هناك حسنا سأريهم سأجد طريقة أخرى لجعل هذا العام أفضل عام على الإطلاق حتى لو كانت بدايته سيئة للغاية ركضت بعيدا قدر الإمكان عن الحافلة ووقفت خلف سياج كان بإمكان رؤية وجوه الركاب الآخرين مقابل نوافذ الحافلة وبدوا جميعا مرعوبين لقد كان بالفعل أسودا في الخارج ولن أكذب كنت متوترة نوعا ما كانت هناك غابة قريبة وعادة لا أقوم بالدخول إلى مكان كهذا بمفردي وفي وقت متأخر من الليل لكن بالتأكيد سيكون أكثر أمانا من التواجد بالقرب من تلك الحافلة مشيت ومشيت وفجأة سمعت شيئا كنت أصرخ ثم أدركت أنه هاتفي لقد كانت رسالة نصية من والدي يسألني عما إذا كنت قد وصلت إلى المطار وأخبرته أنني كنت في طابور تسجيل الوصول ثم أرسل ذلك الإبهام للأعلى على بعد 500 متر من الطريق رأيت بعض مصابيح السيارات الأمامية أو التي كادوا أن يعموني فقفزت إلى داخل شجرة لأختبأ لكن بعد فوات الأوان توقف الشخص بجانبي وألحق نافذته ثم قالت المرأة العجوز هل تحتاجين إلى توصيلات يا عزيزتي؟ بدت وكأنها كانت للتو قد انتهت من تدخين ألف سيجارة أعني أنها كانت مجرد امرأة عجوز اعتقدت أنها غير مؤذية فصعدت إلى داخل السيارة جرح ساقايا من القفز في الأضغال حتى أنني مزقت قميصي ثم سألتني إذن منذ متى وأنت على الطريق؟ حسناً كانت قد اعتقدت بأنني بلا مأوى عظيم ثم أجبتها ليس طويلاً ثم قالت أنت هاربة أليس كذلك؟ يجب أن يكون أهلكي قلقين عليك يا عزيزتي كنت قد أخبرتها أن والدي قد مات وأنني الآن وحدي ضحكت وأمسكت بقبضة يدي وقالت نفس الوضع يجمعنا هنا علينا نحن الأيتام أن نبقى معاً ثم قطعنا مسافة في سنطن لبعض الوقت عرضت علي تلك المرأة مكاناً لأقيم فيه ولأنني كنت جائعة جداً ومتعبة وافقت على ذلك وعندما توقفنا عندما يمكنني وصفه بأنه كوخ في الغابة ابتلعت لمجال فأنا حتماً سأبقى هنا لكنني كنت مرهقة وفكرة السرير حتى لو كانت أرضية كانت جيدة جداً بحيث لا يمكن مقومتها طبعتها إلى الداخل وأشرت إلى كيس نوم في الزاوية لم أجرأ على النوم بداخلها فقد كانت قذرة للغاية لكن سرعان ما فقدت الوعي فوقها وعندما استيقظت بعض ساعات سمعت المرأة العجوز في الغرفة المجاورة تتمتم لنفسها ركضت وقالت إن الشرطة اكتشفت بطريقة ما أنها تعيش هنا بشكل غير قانوني وكان عليها الخروج الآن قبل وصولهم سألتها عما إذا كانت ستحذرني وضحكت قالت إنه عالم سيء كبير هنا عليك أن تقوم بالبحث عن نفسك ثم هربت فكرت كثيراً بالنسبة لنحن الأيتام ملتصقون ببعضنا البعض حسناً لن أخاطر بالتعرض للاعتقال أيضاً لقد تابعتها لكنها كانت قد انطلقت بالفعل وهكذا بدأت في الجري دون أدنى فكرة عن وجهتي وبعد فترة بدأ النهر يضي وتوقفت عند شجرة ضخمة لأرتاح قليلاً ثم لاحظت وجود فتحة كبيرة في جذعها ثم نظرت بالداخل يا إلهي كان هذا مثل نوع من الكهف السري كانت الفتحة كبيرة بما يكفي لأتمكن من الضغط عليها لذلك استخدمت هاتفي كمصباح يدوي وعبرت إلى الداخل فكان على ما يبدو أن شخصاً ما عاش هناك حتى أنه كان هناك بعض علاب الطعام في الزاوية وسرير مؤقت مصنوع من الخشب والأوراق كان هذا لطيفاً جلست وليس لدي أي فكرة عن السبب لكنني قررت تصوير أول فيديو لي ثم شغلت كاميرا هاتفي الأمامية وقلت مرحباً بالجميع هذه سيسيليا لقد وصلت للتو إلى البرازين وسأقضي الأسبوع المقبل أعيش في شجرة في غابات الأمازون المطيرة لقد انتظرت حتى ذلك المساء لتحميله يعتقد الناس حقاً أنني سفرت إلى هناك ثم بدأت التعليقات في الظهور كان الناس يقولون كم كنت شجاعة وأنهم لا يستطيعون الانتظار لجزء الثاني يا إلهي ما الذي فعلت؟ كان علي أن أضحك تخيلوا ما سيقولونه إذا اكتشفوا أنني في الواقع في الغابة القريبة خارج بورتلاند بحلول اليوم التالي كان أول فيديو لي قد حصل بالفعل على عشرة آلاف مشاهدة على الأقل كان الجو دافئاً في الشجرة وكان هناك بعض الطعام لكنني لم أستطع النوم حيث كان هناك الكثير من الخفافش التي تطير في الجوار وظللت أتوقع عودة الشخص الذي يعيش هناك ليجدني ثم ماذا أفعل؟ كنت أعرف أنني كنت في أعماق الغابة لأنني لم أستطع سماع صوت لأي سيارات وكان نظام تحديد المواقع الخاص به لا يزال يعمل ذات يوم كنت أحصل على الماء من النهر ثم وجدت وعاء قدماً صدئاً في الشجرة وعمل بشكل مثالي كشيء للشرب منه والاغتسال به لم أر أو أسمع أي شخص منذ الليلة مع سيدة العجوز لذلك عندما سمعت صوت شخصين شعرت بالخوف فقد كان على الجانب الآخر من النهر رجلان عجوزان يصطادان السمك ولحسن الحظ لم يروني لكن رؤيتهم لي كانت على وشك الحدوث كان علي أن أكون أكثر حذراً في المرة القادمة وفي اليوم التالي عادوا هناك مرة أخرى وسرعان ما استوعبت روتينهم حيث كانوا يأتون كل صباح للصيد بعد شروق الشمس مباشرة ثم في وقت الغداء يأخذون قيلولة في سيارتهم ويستمرون إلى فترة ما بعض الظهر لست فخورة بهذا لكنني بدأت في سرقة بعض أسماكهم عندما كانوا يخفون كنت أعرف كيف أشعل النار وكنت جائعة جداً لا أعرف لماذا لم يلاحظوا أبداً لكنها عملت بشكل جيد بنسبة لي بعد أسبوع نفذت البطارية من هاتفي ولم أكن أعرف ماذا أفعل لكنني علمت أنني سأحتاج إلى العودة إلى ذلك المنزل الذي عاشت فيه السيدة العجوز وأن أحاول هناك أن أقوم بشحنه لقد كان من حسن الحظ أنني تمكنت من العثور عليه لكن عندما وصلت إلى هناك وجدت أن الشرطة قد قامت بإغلاق المنزل كان مدخل المنزل مفتوحاً لذا دخلت وبدأت أنظر حولي عثرت في نهايتي على شحن الهاتف وقمت بشحنه بسرعة أخذت الشحن معي تحسباً لحال أن عادت الشرطة وأفرغت المكان بدأت أشعر بالقلق من أن المرأة العجوز قد فعلت شيئاً سيئاً وإلا فلماذا يكون هناك شريط شرطة حول المنزل عطت إلى شجرتي وحملت الجزء الثاني والجزء الثالث من سلسلة الفيديوهات الخاصة بي وقمت أيضاً بعمل واحد حيث كنت أطه السمك أرسل لي والدي قائلاً كم أنه فخوراً بي وكدت أبكي حينها قد كذبة لكن كان علي الاستمرار ثم مرت الأشهر بطريقة ما وكانت سلسلة الفيديوهات الخاصة بي تزداد شهرة بدأت أيضاً في تحميل الصور التي التقطتها باستخدام هذا التطبيق الخاص فقد كنت ألتقط صوراً من جوجل ثم أضيف نفسي إلى الصورة حتى الآن بدأ الأمر وكأنني كنت في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية أعني أنني سئمت من تناول السمك والتوت لكنني لم أستطع المخاطرة بسيري إلى المدينة وسرقة الطعام فلا أريد أن أدخل السجن كان الصيف قادماً والآن أصبحت الأيام أكثر طولاً ذات مساء كنت في الشجرة ألعب على هاتفي عندما سمعت نباح كلب ثم وقفت لأغادر لكن الكلب كان واقفاً هناك نظرت إلى الخارج وكدت أصرخ عندما رأيت الشابان يقف هناك نظر إلي مباشرة ثم أمسك بسلسلة كلبه وقال لا يا بوريس أترك تلك الفتاة المشردة وشأنها نظرت إلى نفسي هل أبدو بهذا السوء؟ ربما يجب أن أذهب للمنزل عدت إلى التمرير على هاتفي وأدركت أنني بحاجة لشحن هاتفي في تلك الليلة بعد ساعات قليلة سمعت الكلب مرة أخرى ربما كان ذلك الرجل قد اتصل بالشرطة زحفت إلى الجذع الشجرة وحاولت الاختباء لكنه جاء إلى الداخل مباشرة فصرخت عليه أتركني وحدي لكنه كان قد أحضر لي لغف خبز وبعض الصودة وشوكولاتة لم أصدق ذلك ثم قلت له شكراً لك ثم شاهدته وهو يبتعد في اليوم التالي حدث نفس الشيء وسرعان ما كان يزورني كل يوم ويحضر لي جميع أنواع الطعام لكنه لم يقل أي شيء لابد أنني كنت أعيش في الشجرة منذ ما يقرب من عام الآن لقد أنشأت بالفعل حوالي 48 فيديو وكان مالي متحمسين لعودتي إلى المنزل ثم أدركت أنني سأفتقد هذا الرجل الذي قدم لي الطعام لقد كان ذلك الرجل هو الجزء الأجمل من يومي ثم قررت أن أسأله عن اسمه في اليوم التالي وعندما سمعت حفيف أوراق الشجر أخرجت رأسي لأمر بأكثر موقف مرعب في حياتي لم يكن ذلك الرجل بل كانت الشرطة وأمروني بالخروج من الشجرة ثم وضعوا الأصفاد على يدي فقلت لهم أنا لا أفهم ما الذي يحدث ثم قالوا لي إنهم عثروا على جثة في الغابة وتم اعتقالي للاجتباه في ارتكاب جريمة قتل أخبرتهم أنني بريئة وأنني لم أتسبب بأي أذن حتى أنني حاولت أن أريهم الفيديوهات الخاصة بي لكنهم قالوا إنني الوحيدة التي تعيش في الغابة الآن وأنهم عثروا على صور داخل وخارج ذلك المنزل القديم فقد وضعوا كاميرات لمحاولة القبض على المرأة العجوز التي كانت تعيش هناك بشكل غير قانوني وعندما أخرجوني من الغابة سمعت نباحا ثم ناديت بصوت عال ساعدوني وفجأة ظهر الرجل الذي أحترى للطعام وبدأ يسأل الشرطة عما كانوا يفعلونه لكنهم أخبروه بأن يصمت يقتادوني إلى المخفر وأخذوني للاستجواب وفجأة سمعت صوتا في الخارج ولم أصدق عيني عندما رأيت الرجل وكلبه يقفاني هناك أردت أن أبكي فقد أخبر الشرطة أنني أقوم بتصوير الفيديوهات وأنني بريئة ثم سألته كيف عرف أن لدي مجموعة فيديوهات تحول لون وجهه أحمر فاتحا وقال أنه كان يتابعها منذ الجزء الأول وتعرف على الشجرة لأنه كان يجلب الطعام لرجل عجوز يعيش هناك فعرف سري واكتشف أنني لم أكن في أمريكا الجنوبية قاطعت الشرطة وقالت أن الجثة التي عثر عليها كانت لرجل عجوز ثم لا أعرف لماذا لكني أخبرتهم أن السيدة العجوز هي من فعلت ذلك ثم تذكرت أنني حافظ رقم تسجيل سيارتها وأخبرتهم وقاموا بالبحث عنها وتعقبوها بالنسبة لي فقد كنت حرة في الذهاب وظلت الشرطة تعتذر ولكن الآن تبقى علي الجزء الأصعب كان علي أن أعود إلى المنزل وأخبر والدي أنني كنت أكذب لمدة عام تقريبا أوصلني ذلك الرجل اللطيف الذي اتضح أنه يدعى شين إلى المنزل وعندما وصلت إلى عتبة الباب وفاجأت والدي فقد أغمي عليهما تقريبا كانوا يبكون ويعيقونني وقالت أمي إنني بحاجة حقا إلى الاستحمام ثم سألني والدي عن مكان حقيبتي وذلك عندما أخبرتهم لن يصدقوني في البداية لذلك كان علي أن أخذهم إلى الشجرة وأريهم بأعينهم لقد شعروا بالرعب لأنني عشت هناك وظلت أمي تبكي وتقول إنه كان من الممكن أن أقتل هناك هذا صحيح كان من الممكن أن أقتل لكن حال فرنحظ وتبين أن تلك السيدة العجوز كانت صغيرة بعد الشيء وكانت توعد رجل العجوز الذي عش في الشجرة قبلي لقد قتلته في الواقع وهي الآن في السجن وبنسبة لي ولشين فلقد أصبحنا نتواعد الآن لقد قضيت عاما آخر قبل ذهبي إلى الكلية لأنني أرد فقط أن أكون في المنزل قليلا دعنا نقول فقط أن السنة التي عشت فيها في شجرة كانت مغامرة كافية في الوقت الحالي ليست أفضل سنة في حياتي لكن مهلا قابلت شين لذلك لم يكن كل شيء سيئا وعلى الأقل أنا على قيد الحياة لأروي الحكاية